لكس حبيب ليه ليه صباح العصلي صباح العصلي صباح العصلي صباح العصلي يلا بنا نبدأ الرئيسين بتاعنا النهاردة يلا بنا يا صباح الفل صباح اليسمين صباح الأمل صباح التفاؤل على كل حبيبي نجحين السنوية العامة واتمنى أنكم كلكم تهنوا معي أولاد أختي سارة وهاجر بالنجاح في السنوية العامة واتهنوا كمان أولاد أختي باسم ألاء وإسراء على النجاح في السنوية العامة هم كمان دلتوأم ودلتوأم ربنا يبارك فيهم ويحفظهم ويوفقهم فحاتهم إن شاء الله تهناء خاصة من أسرة قناة وفاة في بيتك من أوعات لكل الطلبة اللي بيشاهدونا من السنوية العامة وإنك حين ربنا يوفقهم وخاصة ابن مصطفى اللي كتابني في تعليقات ألف مبروك يا مصطفى انت وكل زماني في السنوية العامة شايف كلاب في الشارع هيتجن ويزلوك الحق يا ركس بيأكلوا الأكل بتاع الحق يا ركس حيخلصوا الأكل بتاعه حيخلصوا الأكل بتاعه دو لحنا في انتظار المشتري بتاعهم إن شاء الله هيجي خلال يوم أو يومين وهايأكل بيأكل عند بيأكل عند بكانش بيأكل خلص الأكل كله أنا مساعدها بتحيل علشان يأكل خلص الأكل كله عشان حس إن هم آآ هيأكل الأكل بتاعه وبالأخصر الغف بتاعه كان حي موته شوف 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 بيأكل بسرعة أزاي يأكل عند بالله كلية كلية شكتورة انت بالوة انت بالوة ونصيبك انتوا بقى بالسلامة عشان إحنا بصراحة يعني زهقنا من صفحة ولا فتكبروا ولا تمران فيكم أكل ولا شارك دا اللي هتمنكم بقى على الحمام اللي عندها بسم الله ما شاء الله هلو أديهم تبيها بابا بسم الله ما شاء الله كبروا اكلبزوا على الاخرة بسم الله ما شاء الله شكله دا دكر انتش عارفة حسن ان هو دا دكر الابون اللي دكر مش عارف مش عارف ما يبينش دلوقت بسه شكلهم عصر كبروا ما شاء الله عليك. وهنا رامي وريم. رامي وريم لسه ما حطوش صغيرين. وهنا رامي وريم وهمر بسم الله ما شاء الله لما صلى على النبي. شكلهم جميل. انا هجيب فتحي ونشوفوا الموضوع ايه بالزبط. هو عارف. هو احنا هنجيبه هنسأله ونشوفوا دول با ذكروا انتاية ولا انتايتين ولا هما ايه بالزبط. وعمرهم وسنهم وقديه وبيعرف من عدد الريش بتاعك. جعانين. جعانين. هنوكلوهم دلوقتي. عشان كده بيصافوا. هنكوكلوهم دلوقتي بسدينة. طب يقفل عليهم من الحد ما ايه ونجيب الاكل بتاعهم. نقفل عليهم كده. تعالوا نتفرج على كفوكة دلوقتي بسم الله ما شاء الله. هنا تديوك من الفجرة اعمالين بيدانوا بصوتهم الجميل الصغير ده. انا بحب صوتهم هما صغيرين كده وبيدانوا. ما شاء الله عليهم. عاملين فيها ديوك بقى وبيدانوا من الصغير. المشكلة ان كمية الديوك كبيرة واحنا عاوزون بريط. لا مش مشكلة ديوك هنكلوها ونخلو الااا الاناس. يا اما ناكلوا الديكي الكبير ونربوا واحد من دولة واحد فيهم حلو. انا عاوز اسيب واحد منها. بإذن الله. الحلو فيهم انا عاوزون ونربوا واحد من الصغير من الصغير من الصغير من الصغير من الصغير من الصغير. ما عاديهم اكل. خلصوه بس. بسم الله شاء الله. انا ديوكي الزغار ده بيعمل اي مع السمال. اديكي الزغار ده بيعمل اي مع ديك الكتكوت الصغير ده. احنا نحطينه هنا مع السمال. لان هو كان محطوط مع الديوكي اللي فوق اللي انت شفتوها دلوقتي فهم ضربوه. تمام? وضربوا تلاتة اربعة كمال معاه. حطنا اه حطناها مع المضروبين تحت عشان محدش يضربهم من اللي فوق. هو بقى اللي كان مضروب عمل فه مفتاري بقى عمل فه زعيم عصاب. قعد يضرب فقواته. رح نحطينه مع السمال عشان يتقدب ويتعلم الادب. شوف هنا مقدب ازاي? مقدب وراكن فيه. ماشي. ما يقدرش يتكلم مع السمال. مع السمال ما يقدرش. ما يقدرش الكحة هنا باته. سمال العلوية. سمال العلوية. قدرش. 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 سنقشل عبو البط هاجب لهم مية هاجب لكم مية وخضار جلبنا هاجب لك هاجب لكم نعم نعم كلب الشارع ينزلون يمشون بكلبين الشارع هناخد باش وقت دروا كده حلوين للوز والبط والكتل اللي عندنا او الروم بصراحة الزراع على السطح خريامة ماشاء الله يعني شوية الدروة دولت هيوفر لنا علف كتير يعني بدأ المواد ده علف هد دروة هيغزيهم ويدي لهم فيتامينات وكمان مفيدة عشان صحتهم الطيور زينا بتحب الفيتامينات تحب الخضار عشان الصح زينا بالظبط مش هيبعا كلهم كلو على كوسة ايه ايه ايوا هنه بس بنحبه يلا يا كلبة يلا روح اللي وزة يلا بيلا يلا بانه اللي الوز. مالا انا قطعتها النهاردة. بسم الله ما شاء الله ركس هو بيجمركها الاول قبل ما روح للوزة والبطل. ما شايفين? اه. اه. عايز يجمرك اشغال في الجمرك الكلبي ده. يلا بنا? يلا يا ركسو. هنا الوزة لما شخص هو بفاجهه بيكب سليم. انا احنا اكتشفنا ان احنا لما بنخرطهه بيبوز نصف. فلما بحطه سليم كده بيأكله كله. سليم كده. هو بيحب اطعه بسنارة كده يا لوح. يتفرج على الشارع. حتى الرومي بيحب الخضار. اجمل حيوان ربنا. احنا اول مرة في حياتنا الرب الرومي على فكرة. ما ربناش رومي قبل كده. ليه كنا دايما بنخاف لان احنا بنسمع اللي بيرب الرومي. وكله بيد مسلوق. اه ومحسسنا ان التكلفة غالية. وان احنا لو ربناهم اه هنقعد نصرف عليهم بقى ومش هنصرف على عيالنا. لا احنا اكتشفنا ان هم يعني من ابسط ما يكون. عايشين على العلف والخضار وبس. وزا ما تشافين بيكبرة هم توجمال ومشاء الله عليكم. بس هو النوعية اللي عندنا ديه نوعية بلدي. ماشي مهجنة. نوعية البلدي بتبقى مقومتها للامراض اعلى. فاحنا دايما سكناتنا يعني بنشجع آآ المربين ان هم يربوا الاصناف آآ الاصلية اللي هي غير مهجنة بتبقى مقومتها للامراض اعلى. فيه علوم كده اللي بينا اروحوا لبط? يعني. حالو يا. تعال انتو كمان. وهنا برضو البط السوداني ما شاء الله عليه. مقومته برضو امراض عالية. ونصهم دكر بس. هم عايزين دكر. انو تقريبا مقربوا يوصلوا لصن البيض. اه. احنا برضو هنحاول آآ احنا بننزل السوق كل يوم جمعة. هنا السوق الطيور يوم الجمعة. بننزل كل يوم جمعة عشان حاول نلاقي دكر سوداني ليهم. لكن ما لقناش حاجة مضيفة. يعني هم ما لقناش حاجة مضيفة ما بنشتريش. لازم تكون الحاجة اللي هرب بيها تكون نضيفة وخليها من الامراض. ومن مصدر صفة. اه. ما بسقش فيها ما باخدها ياش. لان احنا فاكرة ممو عبد الرحمن. شروة البط اللي اشتريناها قبل كده من خطرة. قبل ما نفتح القناة. اه. وجابت لنا مرض الايبيني وكاس الايبيني وتسببت لنا في ابادة السطح بالكامل من كل انواع الدواجة بتاعتنا. كان عندي حوالي آآ يعني ما ما يكرب من عشر تلاف جنات ويو. جبنا آآ جبنا شوية بط. كانوا كانوا وسط كده اللي هم بنقول عليه نص تأفيلة. فقلنا ايه البط ده حلو يعني هناخده من ربيه. يعني بعد اسبوع ولا اسبوعين ناكل منه. يبقى سريع كده ايه في التربية. احنا جبناهم من هنا. وتاني يوم بقيت اطلع على السطح الاقي بالعشر آآ فرخات ميتين. عشر بطات ميتين. بالعشرة وبالعشرين. آآ بصراحة خلال تلت اربعة ايام لقيت السطح بتاعت كنس كله. ما شاء الله ما شاء الله ربنا يحفظنا يا ربي ما يعدهاش تاني. من ساعتها وانا توبتي الى الله ان انا اشتري اي حاجة من السوق تكون حجمها وسط. لازم اربها عندي من البداية. وابعزلها كمان زي ما انتم شايفين كده انا بعزل الطيور تحت. اللي هي لسه شريعها جديد اللي هي الكاتاكيت. لحد ما تكبر واضمن ان هي سليمة ومتحصنة مية في المية وبعد كده بطلعها على السطح عندي عشان اضمن صحة القطيع اللي عندي. هنخو بالمية دي ده عن شبات الزرق. بص بقى يا ام عبد الرحمن انت فاضل كده عندنا آآ كاتاكات الزغيرة. فاضل اللي تحت والحمام. لا 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 انا عاوزة كاتاكات الزغيرة يبقى لهم نصيب كمان والخضاء. معلش. اه انا ما حتطلهمش انا نسيتهم. لا اخديني بس شوية من الاخضر الجميل ده. المقصفين مثل ماس. ماشوا يا راكة. اه. ماشوا يا راكة في كل حتة. طيب عشان هما كتاكات صغيرين يبقى انت يخديني مورة اخضر ناعم. انا. هتخرطيه رفيع جدا. انا فضلهم شوية بس كده صغيرين. اه فعلهم ده. طيب. دول بقى الجماعة الغلابة اللي اللي فوق دربوها. دول اللي اندربوا. دول المظلومين المضروبين. الحمام بتضرب بعض وانا. الصغيرين خايفين من كبار. بس شوية سقطر من كده للسماء. بس اع بس اع بس اع. بس اع. بس اع. بيكلوا بيكلوا عندهم. لا ده بيجمركم. اي اي شوية خضار اجيبهم لازم يكل منهم شوية زي ما انتوا شايفين كده. عمركم شفت كلبي بيكل خضار عندي بيكلوا الخضار عندي. البلوة ده هو بيكلوا الخضار. هنا برضو البيت بسم الله من شاء الله جدا النهار ده هوت. بنجمع في بيتك من نوعات تلاتة الخاصة بالفيديوهات القصيرة. وفيديوهات خلف الكواليس والمواقف الزريفة اللي بتحصل اثناء التصوير بنحطها في فيديوهات وبنحطها في قناتنا التانية. وفر في بيتك من نوعات تلاتة. هحط لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف. يا ريت تدخلوها وتفرجوا عليها ولا عددتكم تشرفونا باشتراككم. وفي نهاية الفيديو يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله.